تراجعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات اليوم الخميس العاشر نوانبر لتواصل نزيف الخسائر لليوم الرابع للتوالي مع مخاوف تراجع الطلب ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم قيودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي اتجاها بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وبحلول الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم شهر يناير 2023 من نحو 0.30% إلى 92.37 دولارا للبرميل كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم دجنبر بنسبة 0.48% إلى 85.42 دولارا للبرميل وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملتها أمس الأربعاء التاسع نومنبر على تراجع بنحو 3.5% مع ارتفاع مخزونة الخام الأمريكية بأكس التوقعات انخفضت أسعار برينت أكثر من 6% حتى الآن هذا الأسبوع بينما تراجعت خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر